بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خرقه محمد وآله الطيبين الطاهرين أعزائي الطلب الناجحين إلى الصف السادس العلمي لمدارس المتميزين وكل مدارس العزيزة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ضمن سلسلة الأساسيات المؤهلة إلى نهائيات السادس العلمي وصلنا بكم إلى الجزء الثالث بعد ما تحدثنا في الجزء الأول في قائمة تشغيل تم إعدادها لهذا الغرض عن قوانين الأشكال الهندسية واتفقنا الأشكال الهندسية أشكال ذات بعدين وأشكال ثري دي ثلاثية الأبعاد والأشكال الثنائية الأبعاد فيها محيط وفيها مساحة سوكوير تركتانجل تري أنجل سيركل وهكذا أما الأشكال المجسمة فقسمناها إلى قسمين قسم سميناها Tipism اللي هو الموشور وقسمس اللي هو Not Prism الموشور فيه مساحة جانبية والمساحة سطحية والطلاع بالأضافة إلى الحجم اللي هو الكود أما الأشكال اللي هي Not Prism اللي هي الكان المخروط بالأضافة إلى السفير الكرة فيها الكرة فيها مساحة سطحية وفيها حجم والمقروض فيه مساحة جانبية ومساحة سطحية وحجم وتحدثنا في الجزء الثاني عن أهم المصطلحات التي سوف نعتمدها اليوم في الجزء الثالث عن قوانين التحليل لكل الدول فرق بين مربعين فرق بين مكعبين مجموع مكعبين تجربة عامل مشترك وطلعنا في الجزء الثاني على المصطلحات التي سوف نعتمدها اليوم في الجزء الثالث إذن مباشرة سنكون معكم اليوم والجزء الثالث لأساسيات في رياضيات السادس العلمي لمدارس المتميزين وتحدثنا في الجزء الثاني عن حل المعادلات الخطية وقلنا المعادلات الخطية معادلات بسيطة جدا من عندي مثلا هنا 3x-6x0 قلنا هنا نجعل المتغيرات في طرف والثوابط في الطرف الآخر يعني قلنا هنا 3x6x2x2x2 إذن هنا قسمنا ستة على ثلاثة اثنيا إذن هذه سميناها معادلات من الدرجة الأولى وتحدثنا عن طريقة التحليل باستخراج العامل المشترك واليوم عدنا الطريقة الثانية بالتحليل هو تحليل ويقلنا هنا التحليل ممكن نسميه analyzing ممكن نسميه factoring إذن باستخدام الفرق بين مربعين analyzing the difference between two squares قانون الفرق بين مربعين مثل ما تعرفون إذا كان x square minus y square equal x minus y multiplied by x plus y إذن هذا هو تحليل الفرق بين مربعين واضح جدا مرة أقول لك حل المعادلة ومرة أقول لك حلل يعني هس هنا analyze من أجي أقول لك حلل لكن من أجي أقول لك solve من أجي أقول لك solve إذن راح أطيك معادلة إذن هنا راح أطيك معادلة ففرق من أجي أقول لك x square minus four وأقول لك فقط analyze إذن مباشرة إش راح تقول لي هنا راح تقول لي x minus two x plus two خلاص لكن هنا من أقول لك solve the equations إذن صار عندك هنا معادلة x square minus four equal zero إذن شو راح أجي أحلها مباشرة راح أجي أحلها فرق بين مربعين difference between two squares لكن هناش راح يكون عندي راح يكون عندي either or إذن حاصل ضرب قوسين تساوي صفر أما القوس الأول يساوي صفر أو القوس الثاني يساوي صفر فإذا كان x minus two equal zero إذن واضح جدا بأن x equal two زين وإذا كان x plus two equal zero إذن واضح جدا بأن x equal negative two إذا أردت منك مجموعة الحل فرح يكون عندي هنا مجموعة الحل راح تكون اثنيا وسالب اثنيا two and negative two هذه طريقة للحل توجد طريقة عفوا توجد طريقة ثانية لحل هذه المعادلة مباشرة إذا أردت أحول الأربعة إلى الطرف الآخر سالب أربعة اتحولت إلى الطرف الآخر هسته هنا بجذر الطرفين square root both of square root إذن رح يكون عندي كل من الطرفين رح أخذ الجذر التربيعي إله إذن رح يكون x equal positive or negative two إذن هنا أريد أنبهك على أمر مهم جدا من الخطأ الساحيانا حتى بالعربي نخطأ بها أقول x تساوي موجب سالب اثنيا داخل ما يصير هنا أقول موجب سالب من أقول موجب سالب يعني إذا أقصد بها موجب وسالب في حين هو هنا موجب أو سالب يعني هنا رح أقول هنا positive or أو أكد على كلمة or وليس un إذن رح أقول موجب أو سالب اثنيا وإذا عندي مثلا معادلة أكثر بيع ناقص 9 تساوي صفر إنت بكيفك تريد تحللها فرق بين مربعين تريد تحول التسعة إلى الطرف الآخر وبعدين هنا رح أقول بجذر الطرفين square root of two sides إذن هذه تسمى طريقة التحليل باستخدام الفرق بين مربعين رح أقول لي إذا كان مجموع مربعين إش رح أسوي إذن تحليل مجموع مربعين ليس له حل في الأعداد الحقيقية analyzing or factoring the sum of two squares has no solution in real numbers إذن منتجيني معادلة على سبيل المثال x square plus four equals zero إذن هذه ليس لها حل في أخ ضمن الأعداد الحقيقية رح أقول عليها neglected تهمة ولكن إن شاء الله من رح نبدي في مجموعة الأعداد المركبة الcomplex number إحنا الفصل الأول عندنا اسم الcomplex numbers مجموعة الأعداد المركبة هذا مجموع المربعين في مجموعة الأعداد الحقيقية يهمل ليس له حل في أخير ولكن ضمن مجموعة الأعداد المركبة رح نحل إذن بالسادس العلمي هذا يحل وضمن الفصل الأول فقط من الفصل الثاني إلى الفصل السادس ليس له حل ضمن المرحلة قبل السادس العلمي من الأول الابتدائي إلى الخامس العلمي إذن مجموع مربعين ليس له حل في أخير إذن لازم أميز بين كلمة فرق وبين كلمة مجموع بالمربعين الفرق يحل ولكن المجموع لا يحل لكن بالمكعبين رح نشوفه بعد شوي الفرق يحل والمجموع أيضا يحل إذن خلي الروح إلى الطريقة الرابعة اللي هي تسمى تحليل الفرق ومجموع مكعبين analyzing by difference and the difference and the sum of two cubes قانون الفرق بين مكعبين قانون لازم لكل حاوضي x power two three minus y power two three عندي هنا two brackets عندي هنا قوس قوس صغير small وقوس كبير القوس الصغير يمثل الجذر التكعيبي للأول نفس الإشارة الجذر التكعيبي للثاني لنشوف بالحالة الأولى وبالحالة الثانية إذن القوس الصغير يمثل الجذر التكعيبي للأول نفس الإشارة الجذر التكعيبي للثاني أما القوس الكبير صار عندي هذا الحد الأول وهذا الحد الثاني إذن first term and second term سيصير عندي مربع الحد الأول عكس الإشارة الأول بالثاني شوف دير بالك لا تقول اثنيا في الأول في الثاني ذاك مربع الحدانية أقول اثنيا في الأول في الثاني بنوم يلسك وير إذن هنا ماكو اثنيا عكس الإشارة الأول بالثاني دائما زائد مربع الحد بالثاني إذن الفرق بين مكعب ومجموع مكعب القانون مات نفسه كلاهما يحل المربعين الفرق يحل يحلل لكن المجموع لا يحلل وفي المعادلات الفرق يحل والمجموع لا يحلل في الأعداد الحقيقية لكن المكعب الفرق يحلل والمجموع أيضا يحلل إذن هنا شلون يجي السؤال يقول مثلا X power two three minus twenty seven equals zero فرق بين المكعب لكن هنا مو طريقة السؤال هو حلل طريقة السؤال هو حل ما طول صار عندي معادلة إذن هنا ما رح يقول لي analyze رح يقول لي solve إذن هنا X power two three minus twenty seven equals zero شتفقنا هنا two bracket small bracket and big bracket قوس صغير وقوس كبير القوس الصغير هو الجذر التكعيب للأول نفس الإشارة الجذر التكعيب للثاني القوس الكبير مربع الأول العكس الإشارة الأول بالثاني زائد مربع الحد الثاني يساوي صفر إذن هنا رح تقول لي لي فقط قلت لي X equal three لي إذن اليوم أعداد حقيقية مثل ما متفقين اليوم أساسيات وفي مجموعة الأعداد الحقيقية خليها بالك هذه المعلومة وأبد لا تنساها القوس الكبير الفصل تريد ثابت في عبيا إذن من هذه المقدمة ضمن مجموعة الأعداد الحقيقية إذن أؤكد دائما أنا أشتغل الأساسيات السامة أشتغل سادس علمي كل شيء ما سؤلف على السادس العلمي بالأساسيات دائما أشتغل على المعلومات اللي درستها سابقا بالمراحل السابقة وتحتاجها بالسادس العلمي إذن هنا راح تقول لي هذا الأكس تكعيب ناقص 27 يساوي صفر إذن ضمن الأعداد الحقيقية خب أقدر هذا 27 حول للطرف الآخر وقب الجذر التكعيب للطرف وقب لكن بالأعداد المركبة ما يصير إذن اليوم يصير اليوم يصير لكن باشر يسيز ما يصير إذن تقدر السبعة وعشرين تحول إلى الطرف الآخر وقب بجذر التكعيب للطرف نعم يصير إذن أكس تساوي خاص على هذا الأساس أريد أرجعك إلى الصف الرابع العلمي نرجع إلى الصف الرابع أنت لم تأخذ قعدة تقول لي إذا تساوت الأساسات تساوت الأسس نأخذ صحيح إذا تساوت الأساس تساوت الأساس هل بنأخذها أحب إذا قلت لي أخذها أقول لك لا مت pajamas 쪽 إذن لا يصير عندك خلط بين شغل في نعم إذا تساوت الأساس تساوت الأساس صح من نخش فيه لكن من الخطأ أن يقول إذا تساوت الأسس تساوت الأساسات خطأ إذا شن القانون القانون مكون من ثلاثة حالات إذا تساوت الأسس وكانت فردية تساوت الأساسات إذا تساوت الأسس وكانت زوجية فإن أحد الأساسيين يساوي موجب أو سالب الأساس الآخر وإذا تساوت الأسس لأساسات مختلفة فإن قيمة الأسس تساوي صفر إذا دير بالك لتوقع بمصيده إذا تساوت فإنه إذا تساوت تساوت مو دائما إذا تساوت الأساسات نعم تساوت الأسس ما حد يحشي ويعك بها لكن من الخطأ أن تقول لي إذا تساوت الأسس تساوت الأساسات إذن القانون شي يقول إذن خلينا نتعرف على القانون اللي يفترض ما أخذ أنت بالصف الرابع إذا تساوت الأسس وكانت فردية تساوت الأساسات بدليل السهنا من أخذنا أكس تكعيب تساوي سبعة وعشرين إذن هذا السبعة وعشرين أنا انشأت بارتها اعتبرتها ثلاثة تكعيب إذن هنا تساوت الأسس وكانت فردية إذن تساوت الأساسات صح زيان قبل شوية من أخذنا أكس سكوير أكوال فور إذن إش قلنا قلنا أكس أكوال ناكتف أور بوساتف إذن هذا صار عندي هنا إذن هنا تساوت الأسس ولكنها زوجية إذن هنا الملاحظة تقول أحد الأساسين يساوي موجب أو سالب الأساس الآخر لذلك من تجيني معادلة يقول لي أكس أس أربعة تساوي واحد وثمانين إذن هذه الواحد وثمانين إيش رح أسويها آني رح أسويها ثلاثة أس أربعة هنا تساوت الأسس ولكنها زوجية إذن أحد الأساسين يساوي موجب أو سالب الأساس الآخر وبعد أضيف لك إذا إجاني سؤال قل لي ثلاثة مرفوعة للقوة أكس ناقص واحد تساوي خمسة أس أكس ناقص واحد فالحالة الثالثة إذا تساوت الأسس لأساسات مختلفة فإن قيمة الأسس تساوي صفر إذن معناها أكس مينس وان أقول زيرو ليتسو أكس أقول وان إذن إن شاء الله واضحة إذن أبد لا تنساها إذا تساوت الأساسات نعم تساوت الأسس إذن هذه من التفقين إذا تساوت الأسس تقول لي أنا عندي ثلاث حالات إذا تساوت الأسس وكانت فردية تساوت الأساسات إذا تساوت الأسس وكانت زوجية فإن أحد الأساسين يساوي موجب أو سالب الأساس الآخر وإذا تساوت الأسس لأساسات مختلفة فإن قيمة الأس يتساوي الصفر إن شاء الله الملاحظة واضحة وخلي نكمل سالوفتنا أناليزز أو أناليزين باي إكسبرامنت التحليل بالتجربة تحليل التجربة مهم جدا جدا وكل شهوية رح نحتاجها بالسادس طبعا هنا بالمناسبة قبل ما سالوف عن التجربة الآن ضمن الأعداد الحقيقية من يجيني أكس أس أربعة تساوي واحد وثمانين ترهنا الأكس هو موجب أو سالب ثلاثة لكن هذا الحجي ما يشتغل على العداد المركبة إن شاء الله من رح نبدأ بالفصل الأول هذا الشغل هذه القوانين هذه ما تشتغل بالأعداد المركبة العداد المركبة رح يصير عندنا في عالم جديد تطور جديد جنتي هنا قبل هنا من التليفون ما تكت كلكم إذا لحكتوا على الصرصور إذن هنا جنا نتعامل ويا الصرصور هذا التليفون الزغير لكن هسا هنا دعشوفوا التليفونات ما لاتكم شون تطورت وصارت هنا الأنواع والموديلات المختلفة إذن صار عندي هنا تطور جنا قبل هنا نكتب على الصبورة بالطباشير وبمجرد أن يخلص الدرس لازم هنا نفض هدومنا كلها من وراء الاتراب ما التفاشير هسا يشوفوا هنا الأمور شون تغيرت ودخل هنا عالم التعليم الألكتروني وفوائده الكبيرة جدا إذن اللي داعجيه السيف في عالم الأسس إذن هنا بعض القوانين تنطبق على العداد المركبة والبعض الآخر لا تنطبق إذن إحنا كتابنا مو فقط عداد مركبة إحنا هنا كتابنا ستة فصول من الفصل الثاني إلى الفصل الثاني لنشتغل ضمن العداد الحقيقي التي تعلمناها ونحتاجها بالأساسيات لكن في الفصل الأول مجموعة العداد المركبة إذن ستصير لدينا قوانين إضافية فلازم أنت تعرف الأساسيات ما تك حتى تعرف شنو الجديد وشنو القديم إذن نرجع التحليل بالتجربة متى يتم التفكير بالتجربة شوكت أفكر بالتجربة التجربة أفكر بيها من الصير عندي هنا حدوديات ثلاثية إذن هنا التحليل بالتجربة شوكت أفكر بيها تخص الحدوديات الثلاثية يعني شنو ثلاثياني بيها ثلاثة حدود أرتبها تنازلياً أو تصاعدياً ويفضل الترتيب التنازلي التي تكون درجة الحد الأوسط نصف درجة الحد الأول أفكر أن أحلل بالتجربة يجوز ما تنحل بالتجربة إذن هذا الإكسبريمت هنا التحليل بالتجربة أفكر بيش وقت من ألقي حدوديات ثلاثية ومن أرتبها بشكل تنازلي ألقي درجة الحد الأوسط هي نصف درجة الحد الأول هل هذه حدودية ثلاثية؟ نعم واحد اثنين ثلاثة بس هنا من أجي أقردني فقط هذه أسميها بالينوميال أو أسميها الجبرك مقدار جبرية أو أسميها حدودية كثيرة حدود لكن هنا بوجود المساواة إذن لا هذه تسمى إكويش تسمى معادلة إذن هذه واحد اثنين ثلاثة ثلاثة حجوب رتبتها تنازليا درجة الحد الأوسط نصف درجة الحد الأول ومن أقول الدرجة أقصد بالدرجة هي الأس درجة الحد الأوسط نصف درجة الحد الأول الأس مالتها زين تنحل بالتجربة خليها وشوف إذا أردت هنا أفتح قوسيا الأكس تربيع من جاية جاية من أكس في أس بس هي من اسمها تجربة يعني رح أجي أفكر بأكثر من طريق واحد إشارة أحد القوسيان هي نفسها إشارة الحد الثاني بعد التأكد من أن إشارة الحد الأول موجب إشارة أحد القوسيان هي نفسها إشارة الحد الثاني يعني لو هنا أكتب سالب لو هنا أكتب سالب وأجرب على أن تكون إشارة القوس الثاني هي حاصل ضرب هاتين إشارتها فإذا أردت أكتب إشارة أحد القوسيان سالبة مو بالضرورة أن يكون إشارة القوس الأول إشارة أحد القوسيان يجب أن تكون إشارة القوس الثاني هي حاصل ضرب هاتين الإشارتين إذن سالب في موجب هذا سالب إذن الستة مين جاية جاية من ستة في واحد جاية من واحد في ستة جاية من ثلاثة في اثنين جاية من اثنين في ثلاثة إذن أجرب اسمها تجربة إذا أردت أقول ستة في واحد جدلا يجب أن يكون حاصل ضرب الوسطين زائد حاصل ضرب الطرفين يساوي الحد الأوسط وسالب ستة أكس وسالب أكس هذا سيكون سالب سبعة أكس إذن خطأ ستة في واحد لا تشتغل إذا أردت أقول ثلاثة في اثنين أو أقول ثلاثة في ثلاثة هنا تنين أكم تشتغل إذن حاصل ضرب الوسطين زائد حاصل ضرب الطرفين إذن سالب ثلاثة أكس وسالب اثنين أكس نعم هذا رح يساوي سالب خمسة أكس اللي هو الحد الأوسط إذن ناتج التحليل أكس مينوس تري مولتبليد باي أكس مينوس تو أكول زيرا ايذر أكس أكول ثري أو أكس أكول دو إذن هنا حللنا بالتجربة نذكر مرة ثانية متى نفكر بالتجربة هنا أحياناً هو حدودية ثلاثية نعم بعد ترتيبها تنازلياً نجد أن درجة الحد الأوساط هي نصف درجة الحد الأول ولكن من أريد حل بالتجربة متى نحل بالتجربة أكو طرق راح نشوفها طريقة كمال مربع فوم بريتنك أوف سكوير طريقة المربع الكامل بريفك سكوير طريقة الدستور لاو جنيرال قانون العام لكن السهنة نحن نسولف على تجربة ارجع السؤال اكس باور 3 ماينس 3 اكس سكوير بلاس 2 اكس اقوال زرا اقدر احل بالتجربة تقول لي لا اكو شرط انكسر عندي نعم هذه ثلاثة حدود واحد اثنين ثلاثة نعم ثلاثة حدود لكن اكو شرط انكسر بأن درجة الحد الأول ليست نصف درجة الحد الأول عفوان درجة الحد الأوسط ليست نصف درجة الحد الأول اذا التحليل بالتجربة اذا افكر بالطريقة الاولى اللي اخذناها بالجزء الثاني استخراج عامل مشترك من العامل المشترك بين الاكس تكعيم والاكس تربيع والاثنين اكس من هو العامل المشترك العامل المشترك الاكبر بين المتغيرات يكون بأصغر اس رحجي استخرج اكس عامل مشترك رح اقسم الاول القديم على العامل المشترك يطلع لأول جديد ورح اقسم الثاني القديم على العامل المشترك يطلع لثاني جديد ورح اقسم الثالث القديم على العامل المشترك يطلع لثاني جديد الآن هنا استخرجت عامل مشترك هذا القوس الثاني يحل بالتجربة نعم يحل بالتجربة إذن الأكس تربيحات من جاي رح يكون جاي من أكس بأكس الإشارات كلاهما سالب لأن إشارة أحد القوسين سالبة وسالبين موجب سالب اثنين من جاي رح يكون اثنين في واحد من أجي أقول حاصل ضرب الطرفين زائد حاصل ضرب البسطين رح يطلع عندي الحد الأوسط إذن هنا رح يكون ايذر ار ار إذن أما أكس ساوي صفر أو أكس ساوي واحد أو أكس ساوي اثنين إذن هذه الطريقة سميناها سميناها طريقة التحليل بالتجربة مزين هل رح أسئلك هذا السؤال الاستفهام هل أن التحليل بالتجربة يخص المعادلات من الدرجة الثانية فقط يعني فقط اللي بيها أكس ربيع وأكس وثابت شو تقول لا إذن لو أجي أدقق بالملاحظة لحتياتها بعد ما أرتبها تنازليا نفكر بالتجربة إذا كانت درجة المنقود نفكر يعني جزء ما تشتغل إذا كانت درجة الحد الأوسط نصف درجة الحد الأول أكس ربيع بصفة أكس أكس أس أربعة بصفة أكس ربيع أكس أس ستة بصفة أكس تكعيب وهكذا إذن من أرجع إلى السؤال الماتين أكس أس أربعة ناقص ثلاثة أكس ربيع ناقص أربعة تساوي صفر أكس باور تو فور ماينس تري أكس سكوير ماينس فور إقوال زيرو إذن ثلاثة حدود إيه ثلاثة حدود درجة الحد الأوسط نصف درجة الحد الأول نعم إذن خلي أفكر بالتجربة إذا هذا الأكس أس أربعة من مين جاي الأكس أس أربعة هذا جاي من أكس تربيع في أكس تربيع مو زيان خلي تكون إشارة أحد القوسين سالبة وإشارة القوس الثاني سالب في سالب موجب الأربعة من مين جاي أما جاي من أربعة في واحد أو جاي من واحد في أربعة أو جاي من اثنين في اثنين إذا أردت أقول السهنة أربعة في واحد إذن حاصل ضرب الطرفين زائد حاصل ضرب الوسطين المفروض يطلع عندي الحد الأوسط فعلا سالب 4x تربيع زائد أكس تربيع وهو سالب 3x تربيع إذن هنا مباشرة حللت التجربة إذن حاصل ضرب الوسطين سالب 4x تربيع وزائد أكس تربيع هو سالب 3x تربيع مزيان من عندي حاصل ضرب قوسين يساوي صفر يعني صغير أقول هنا either or مو إذن لازم لكن أمور رح نرجع نرجع قبل شوية هذا هو difference between two square لكن هذا شنوه هذا السم of two square إذن هنا الفرق بين مربعين هذا يحلل بعد بيحل لكن هذا مجموع مربعين إذن شرح يصير عندي رح يصير إذن هذا رح أقول عليه إذن هذا رح أقول عليه نقل يكتب هذا يهمه مزيلا أحيانا المعادلة هي من الدرجة الثانية لكن المعادلة مو صعفية يردلها تبسيط عند النظر بالعين المجردة أشوفها مو من الدرجة الثانية لكن من تجي تلبس نظارة النظارة أخوة أي أمور قم شوفة بها خصوصا إذا كانت نظارة رياضياتية إذا تردون أدائنكم نظارة إذن هنا هل هذه معادلة من الدرجة الثانية؟ معادلة من الدرجة الثانية لكن أنت يسأل لي ملابس نظارة ما شوفها من الدرجة الثانية لآن لابس نظارة أشوفها من الدرجة الثانية إذن إذا ردت هذه أضربها في X شوفوا إيش رح يصير عندي هسا رح أضرب المعادلة كلها بالمقام إذن رح يصير عندي X في X هذا X تربيع هنا X في 2 هذا 2X إذن هذا X و X اختصرتها بقت عندي 3 تساوي صفر إذن نعم صارت معادلة من الدرجة الثانية مرتبة تكتيب تنازلي درجة الحد الأوسط نصف درجة الحد الأوسط تنحل بالتجربة؟ لا ما أضمن لك تنحل بالتجربة أفكر بالتجربة أفكر X تربيع من مين جاية الإشارات شون الصير الثلاثة من مين جاية إذا صار عندي حاصل ضرب الوسطين زائد حاصل ضرب الطرفين يساوي لحد الأوسط إذن نعم أقول هذه تحل بالتجربة إذن هنا رح يكون X تربيع جاية من X بX إشارة أحد القوسين رح تكون موجبة إشارة القوس الثاني موجب في سالب سالب الثلاثة أما جاية من الثلاثة في واحد أو واحد في ثلاثة أجرب الطريقتين إذن هنا ثلاثة X ناقص X رح يصير عندي هنا ثلاثة X إذن معناها موجبة ثلاثة X الحل ما تصحيح إذن هنا رح أقول either or إذن either X plus 3 equal 0 ليets 2 X equal negative 3 إذن هنا أشوف أكو فرق بين المينس والنغاتف وأكو فرق بين البلاس والبوساتف إذن هنا المينس والبلاس هي عملية عملية بين عدديا إذن هنا X زائد ثلاثة أقول هنا X plus 3 X ناقص واحد أقول X minus 1 لكن هنا من أجي أقرأها إشارة إذن هنا أقرأها negative وأقرأ هنا إذن هذا ما يخص التحليل بالتجربة وطريقة التحليل بالتجربة طريقة مطروقة عندنا بالمنهج كل ما يحتاجها سوى كان بالفصل الأول بالفصل الثاني بالفصل الثالث إلى كل حياتك الرياضياتية ربما طريقة التدزئة طريقة استخدامها نادر جدا الثاني رح أشرحها إذا افتهمتها فبها إذا ما افتهمتها لضو جوايا استخدامها نادر جدا وفي بعض الأسئلة الإثرائية أحتاجها زين ممكن تجي بالوزاري نحن نقول في الأعوام السابقة ما تجي بالوزاري لكن بالأعوام القادمة اللاحقة العلم ده يتطور الرياضيات تتحسن أساليب التعليم قاعدة تتغير إذن لا بس بأن تطلع على أسلوب التجزئة لأن أكو بعض الأسئلة رح أشوفها بالفصل الأول مثلا السؤال إذا ردت تتحلها بالطريقة المنهجية ينحل بصفحة ونص إذا تريد تتحلها بالطريقة الشعورية اللي رح نتعلمها الساعة اللي هي طريقة التجزئة جزء من عدها السؤال ينحل بأربع خطوات واثنيناتهم تأخذ عشرة من عشرة واثنيناتهم يصير طبيب أو مهندس فأنت في كيفك تريد تتحل بالطريقة الرياضياتية المنهجية تريد تتحل بالطريقة الشعورية دخلي أتعلم الطريقة الثاني ما خسران خسارة خليها تعلم الطريقة ألمودي هنا الخيارات تكون عندك واسعة في حل الأسلام إذن هنا X power 2 3 X cube minus 3 X plus 2 equals 0 أقدر أفكر بالتجربة أو لا ما أقدر نعم هي ثلاثة حدود لكن درجة الحد الأوسط ليست نصف درجة الحد الأول إذن طريقة التحليل بالتجربة ما تشتغل هنا ستقول لي دستور أقول لك حتى الدستور بيشتغل رح نتعرف الدستور نفس شروط للتجربة هم لازم ثلاثية وهم لازم درجة الحد الأوسط هي نصف درجة الحد الأول بعد ما أرتفع تنازليا إذن هذه لا تجربة نحال لا يكمال مربع تنحال لا مربع كامل تنحال لا دستور تنحال يعني شو سويه السهنة لو نقعد ندقون القوم لو نتعلم الطريقة جاهز تتعلم الطريقة يا الله تعال يا أخذين تعلم الطريقة إذن وحدة من الطرق أعزائي أن أجزأ أحد الحدود أجزأ أحد الحدود لكن هذا سالب 3x هذا سأسوي سالب 2x أجي أستخرج عامل مشترك من الحد الأول والثاني وأستخرج عامل مشترك من الحد الثالث ورابع إذا أردت أستخرج عامل مشترك من الحدين الأول والثاني هو أكس رح يبقى عندي أكس تربع ناقص واحد وإذا أردت أستخرج عامل مشترك من الحدين الثالث والرابع اللي هو السالب اثنين دي ربالك هنا العامل المشترك شأسوي رح أجري عملية قسمة شمت تفقين قبل شوية أقسم الأول القديم على العامل المشترك يطلع لي أول جديد سالب اثنين اكس تقسيم سالب اثنين هو اكس وموجب اثنين تقسيم سالب اثنين هو سالب واحد زيان رح اجي احلل هذا فرق بين مربعين difference between two square المود هنا يوصلني الخبر السعيد اذا حللت فرق بين مربعين اكس ناقص واحد و اكس زائد واحد اذا رح اجي اعتبر هذا كل حد اول و رح اعتبر هذا كل حد ثاني زيان شنو القوس اللي موجود هنا وموجود هنا اللي هو اكس ناقص واحد رح اجي اصحب اكس ناقص واحد اذا اش بقى عندي بالقوس الاول بقى عندي اكس في اكس زائد واحد واش بقى عندي بالقوس الثاني بقى عندي فقط سالب اثنين الاكس رح تجي تنظرب احلل بالتجربة هذا رح اقول هنا اما او سالح تقول لي شو صعب وليس هنا مبتهمة تقول ليش مدريني هذا سالب اكس و سالب اثنين اكس صار سالب اثنين اكس طريقة ثانية خلي احلوي اك طريقة ثانية اذا السؤال مالتنا شنو السؤال مالتنا هو اكس فاور تو ثري ماينس ثري اكس بلاس تو اقوال زيرا صراحة بقول لي افتهمنا انت لابس نظارة بس هذا الفراغ شنو خليته اش تتمنى ها انت اش تتمنى ها اش تتمنى ها حس انت من تشوف مثلا في لعبة طوبة كلاسيكو ريالو برسلونة مو نسكم يشجع ريالو نسكم برسلونة تتمنى ماذا الفريق للشجعة مثلا يجي فد عشرين بول تتمنى مثلا الفريق للشجعة بالوقت الضائع آخر دقيقة يسجل له فدقو فس هذه الامنية مشروعة لو ما مشروعة مشروعة وممكن تتحقق كلكم هس تتمنون لو اطلع مية بالرياضيات وطلع مية في كل المواد حتى احصل القبول اللي اريده ادخل كلية الطب ادخل كلية المجموعة الطبية المجموعة الهندسية اذا هذه الامنية مشروعة غير مشروعة نعم مشروعة وكل الامنيات قابلة للتحقيق اذا هنا خلي نتمنى خسرانين خسارة خلي نتمنى اقول اتمنى لو كان هذا اكثر بيع مو اكستكعيب اتمنى لو كان هذا اكثر بيع اذا كان هذا اكثر بيع شو رح يتحلل مو رح يتحلل اكس ناقص اثنين واكس ناقص واحد مو يتحلل تجربة اقول لك لا بأس اذا هذه الامنية قابلة للتحليل اذا اش اريد منك اذا اريد اضيف اكسر بيع وتطرح اكسر بيع ضفن صفر طريقة الاضافة والطرح هي من الطرق المعتمدة في عالم الرياضيات طريقة قبل ما اكمل لك حل السؤال طريقة الاضافة والطرح من الطرق المعتمدة في عالم الرياضيات اروي لك فدرواية منسوبة الى الامام عليه السلام الله عليه كلكم سامعيها يقال ان شخص يمتلك 11 ناقة و عنده مجموعة من الاولاد ثلاث اولاد ويراد يوزع هذه الـ 17 ناقة عليهم قلهم يابا ترى ذني واحد منكم راح اطيه نص هذا كل شي يحب واحد راح اطيه ثلاث هذا مو كل شي وسطاني واحد شالع قلبه قال له راح اطيك تسع زين شو راح يوزع ذني عليهم شو راح يوزعها نصف شون يقسمها على اثنين 17 شون يقسمها على اثنين شون يقسمها على ثلاثة شون يقسمها على تسعة اذا هنا هذه المشكلة حسب ما تقول الرواية حلها الامام عليه السلام هذه الـ 17 قالهم راح اطيكوا من عندي وحدة ما قال صارت صارت 18 زين ابو النصف اخذ حصتك اجي ابو النصف اخذ تسعة ابو الثلث قال له روح اخذ حصتك اذا 18 على ثلاثة اخذ ستة زين ابو التسع قال له اخذ حصتك اذا 18 على تسعة اثنين من اجي اجمع تسعة زائد ستة زائد اثنين اذا الجواب شنو الجواب هو 17 كل من اخذ حصتك وبعدين زادت وحدة الامام رجحها الى اذا هذه الطريقة بالحساب تسمى طريقة الاضافة والطرح والتي هي طريقة معتمدة في كثير من مجالات الرياضيات اضيف واحد واطرح واحد اضيف اثنين واطرح اثنين اضيف عشر واطرح عشر اذا هنا هاي اضافة طريقة الاضافة والطرح اذا في هذا السؤال اذا ضفنا اكس تربيع واطرحنا اكس تربيع حسب الامنية اللي كانت ادنى زين اذا هذه اول وحدة الصار عندي من طرحة اكس تربيع رح اجي اسحب اكس تربيع عامل مشترك ايش رح يبقى عندي هنا رح يبقى هنا اكس ناقص واحد وهذه الاشارة لبيناتهم موجب اذا يساوي صفر اذا صار عندي حديا هذا الحد الاول وهذا الحد الثاني اثنين اتمعدهم اكس ناقص واحد رح اجي اسحب اكس ناقص واحد عامل مشترك اذا ايش رح يبقى عندي هنا بالحد الاول بقى عندي اكس تربيع وبالثاني ما بقى عندي بقى عندي اكس ناقص اثنين هذا يساوي صفر حسنا رح اجي احلل بالتجربة اذا هنا اكس ناقص واحد بقت على وضعها هذا رح يصير عندي اكس زائد اثنين تجربة حسب ما تعلمنا قبل شوية في اكس ناقص واحد يساوي صفر اذا صار عندي نفس هذا الناتج اذا اما اكس ساوي واحد او اكس ساوي سالب اثنين اذا هذا ما يخص الطريقة السادسة اللي هي طريقة التحليل بالتجزئة اذا انتظروني ان شاء الله في الجزء الرابع للحديث عن الطريقة السابعة اللي هي طريقة اللاو الجنرال او طريقة ودرتك اللي احنا نسميها طريقة الدستور او الصيغة القانون العام وإلى ذلك الحين اعزائي استودعكم بامان الله وحفظه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة